حلقتنا بتكفي وضمنها الفقرة رح نستقبل ناس من أهل البيت أهلا وصحبا بألسي مرسي أهلا فيك أليا أهلا وصحبا فيك نحن اليوم سواء نحكي أكتر عن أول إصدار لأليك كتاب بعنوان 34 أو الرقم 34 رح نحكي عن علاقتك بالكتابة عن قصة هالكتاب وحتى عن مشاريع تانية لأدام شو اللي أخذك على الكتابة في أوقات الحكي ما بيوسل أو ما تعرف توسل فكرة أو إحساس لما بتحكي لما تحطه على ورقة الورقة بتسمع أحلى لما بتقراها بتصلك أسرع حلو كتير الكتاب عنوانه رقم 34 وإذا منشوف على الكاميرا ثلاثة بعيدة عن الأربعة صح أول شيء ليش 34 وثاني شيء ليش الرقمين بعض عن بعضهم رح بلش بليش الرقمين بعض عن بعض إذا بتشوف عندك في أربع وجاه بالكوفر يعني فيكون الرقم مش أربعة وثلاثين أساسا وفيكون 34 مع بعضهم بيحملوا كتير تجارب بيحملوا كتير سنين وبيحملوا رقم البواتيك ناريشنز يلي موجودين بقلبه يعني 34 نعم بس تقرا بتلاقي 34 تايتل مأخدين من يمكن 134 تايتل موجودين كانوا أنا جربت نقل 34 يلي أكتر شيء لقيتهم لازم ينقروا هلأ ألسي الكتاب الإنجليزي ليش مش بالعربي بالإنجليزي لأنه بتعبري أحسن فيها يعني بس بدي خانق أحدها بخانقه بالأنجلي أسرع لي مخانقة كتير بالكتاب مخانقة كتير ومصالحة كتير يعني ما بتلاقي شيء وما عنده نقيد طبعه مشان هيك نقيت من هل زبدك مسيرة الكتابة 34 تايتل وحدة بترادة تانية اللي بيقرأ الكتاب أوقات بتكون عم تحكي أنت اللي عم تحكي أوقات بتستعملي يعني بتستعمل كأنك عم تحكي باللسان حدا تاني أوقات كأنك عم توصفي حدا تاني كيف عاش حالة معينة الكتاب خلينا نقول أنه مجموعة عن كل الحالات اللي بنقطع فيها من خيبات أمل من انتصارات من نجاح من فشل من حب من مرارة من فئدين لناس بيعزوا علينا أي متى أنت بتكون عم تحكي عن حالك والكتاب بس لما تقول آي ولا أنا جربت بقلب الكتاب خلي هالقارق ينبش على حاله يعني وقت اللي بتقرأ تنبش وين هالشي بينطبئ عليك وين هالشي بيشبه شي أنت عشته وإذا بتعرفني تنبش علي وإذا ما لقيت حالك وما بتعرفني وما لقيتني تنبش على حدا هالقد بيعني لك وبيهمك تعرف عنه من جوه شو عم بيحس أو بهالموقف شو فكر أو شو قرر بمطرح معين أكيد خطوة جريئة أنه الإنسان الإشياء اللي بيكتبها بينه وبين حاله اليوم تصير بين إيدان الناس توقع تحت نظرهم يحبوها أو ما يحبوها يعطوا حكم عليها ويعطوا حكم على اللي كتبها فكرت بكل هالشياء قبل ما تكتبه ولا لا كان عبالك بس أنه تكتبه وتوصل للرسالة وهي هذا أهم شيء فكرت فيه وما فكرت بالإشارة تانية شوف شو هلأ ما حدا عم يسمع بس It took me 34 years to publish 24 سنة صح يعني واحدة من الأسباب يلي اسمها الكتاب 34 هو أنه It took me 34 years to decide and be read أنا بأمن بشغلة أنه ربنا بيعطينا وزنات وبالآخر بحسبنا عليها ليش أنا بعرف أكتب مش حدا تاني لأنه أنا في شيء لازم أقوله في رسالة لازم وصلة لقيت أنه أنا رح أتحاسب بعد يمكن وقت قصير أو وقت طويل وما رح أقول أنه كانوا خمسة وبقيوا خمسة هالتجارب يلي أنا أطعت فيها سواء مع نفسي أو مع أشخاص بعرفهم لازم الناس تقراءهم لازم الناس تتعلم منهم الدمعة فيك أنت تتفاديها يمكن إذا أريد هالشيء اللي أنا كتبته وتحولها لفرحة أو لبسمة حلو كتير إذا شفنا أو رح نشوف هلأ المشاهد من توقيع الكتاب يلي قدمت حفله زميلة كاتيا مندلاء مشكورة كتير كمان وأنت مشكور كمان على حضورك لكل الأشخاص اللي كانوا موجودين بالعكس كانت متعلى لنا رح نشوف في المشاهد نحن وعن نحكي طبعا قصة لأم تيفي كلها كلها كانت بشكرهم كلهم ألسي لمن بتقري أنا شوي أول سكول بعدني بعدني بقرأ إليزابيثن إيج كتير أصحاب أنا وشيكسبير يعني عنا علاقة خاصة طيب لم أستكي بهال ما بدي قول المدرسة العديمة هي الأساس بس بتحس اللي قبل غير غير اليوم مهئيا يعني الواحد بعده بقدر بس يستوحي منهم ولا بيستوحي من التجارب الجديدة اللي قبل هو الأساس هو اللي شدني لأني أكتب هو اللي حمسني لأني أقرأ بقرأ من قبل وبتعلم من اللي عم عيشه يعني نحنا اليوم بنهار القصير منلتقى بخمسة عشرين شخص كل واحد بيقلنا كلمة هالكلمة فيها تعطيني فكرة أني أكتب فيها تعطيني أحساس طلع على ورقة معلقة شوي بقبل أنا شوي أنتيكي بكل الأشياء وبحب الأشياء القديمة بقرأ جديد بس كتير قليلتا يدق فيي هالجديد أو يلمسني بما حال ويأثر فيه ألسي أنت أكيد تكتبي شي جديد اليوم نعم أشياء جديدة كيف أنت بتشوف اللي بتكتبي شو بتقول مثلا أي عناصر بتخلي ميز أي عناصر بتخلي قوي أي عناصر بتشد الناس لقلو بعد ما كتبت إذا بدك خواطر تنسميهم وإشياء منعيشها دي تو دي هلأ عبالي غير كنت شوي عم بكتب إشياء كمان منعيشها كل يوم بس مش بكل المحلات شوي منزيد علي عنصر الإيسارة والتشوي لحتى أبين أنه أنا مش بس بعرف إزعل وإضحك شوي أنا بعرف ضحك ونبش على محلات تانية عند القارق هلأ عم بشتغل على عمالين بنفس الوقت واحد كتير بيشبهني وبيدق فيها بكتير محلات ومن وراء رسالة كتير مهمة إن شاء الله بيخلص ونحكي عنه بس مش رحلونتر 34 سنة لا 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 سأعيش هالأدل لا العمر كله والعمل الثاني هيك سكنداليشيس هذا عنوانه يمكن ما بعد خبره لحدا وله هلأ خلاص كنتم نسعرف إن شاء الله لهم يحضروا أم تي في العمل الثاني سيكون رواية سكنداليشيس سكنداليشيس سيكون روايات قصيرة مهضومة وحلوة فيها من اسمها الاشياء الحلوة اللي بتزكزك وبتضحك وبتحب تخبية وما تفرجيها والعمل التاني رح يكون اي كايند اوتوبيوغرافي ها حلو 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 كتير العملين كمان بعد فيهم جرقة أكبر من هيدا العمل ايه أنا جربت انعرف بالأول باشياء تشبهني شوي وبعيدة عني كتير قبل ما فوت بشغلي هالقدي أنا وهالقدي بتشبهني بالأوتوبيوغرافي بينما التاني اللي هي هالروايات الأسيرة مستوحية من اشياء منحضرها من اشياء منشوفها من اشياء اوقات منسمعها من اشياء صارت مع حدا مخبيها شوي انا رح تكشفل نايحة هالسي الورق بيخلينا ما نخجل بيخلينا نكون أجراء بيخليك تكون حالك بيخليك تكون حالك وبتعرف لا تقدر تكتب لا تصل للوقت تلاقي الكلمات وتلاقي الجراء انه ايدك تحطن على الورقة بتاخد كتير وقت بس لما تصدق انه الورق هالانك لما يجف على الورقة قديش وفى ما بيروح وقديش ما بيزيح وما بيتحرك بيضال حدك وبيضال معك انا بعدني بكتب على الورقة برجع بكتبهم بعملهم تايبينج بيحكي الورق معك بيسمع لك وبيحكيك بيرد عليك بشي طريقة جرب انا مجرب بشي طريقة عمل استعليك ألسي اليوم الكتاب وين موجود لكن اللي بيحبه انه يطلق على الورقة موجود بكل المكتبات بكل لبنان طيب اذا بنا نختم بأكيد كتار ريو الكتاب وعطيوك رأيون شو اكتر شي هك خلي نقول لفتك باللي نقال عنه اكتر شي لفتني و اي برايد ميسلف انه عم بيسمعو بكل تواضع بس عنجد هالشي كتير بيبسطني انه لقيت حالي هون حسيتك عم تحكي عني شفت حالي بهالموقف يلي هو هيدا كان الهدف طبع الكتاب لما تحقق هالهدف صار عندي جرأة انه كفة بالاشياء التانية هي اول ستاب بيقول صعبة بعدين الاشياء بتصير هين اكتر اكيد اكيد انا كمان هيدا بسمح لحالة اعطي رأيي بالكتاب انه كمان كل واحد بيلاقي حاله فيه وهو هيك مشاعر مكتوبة اوقات من خبية اوقات اوقات يمكن بتخنقنا ما منلاقي ما طرح تنعبر عنها بيبقى مثل ما قلته القلم والاحساس هن اللي بيخلوا هالمشاعر اللي كل انسان مشاعر عن جد انسانية مكتوبة يعني بيقالي بشعري فيور كتير من الصدق وفيور كتير كما قلت من الانسان من كل انسان بشكرك اليا على رأيك thank you very much ولو ألسين تنين يكتوفي بالعملين الجداد ويكونوا قرب مرسي بوقو وامبسطنا في كل اليوم بعيدا عن انه عطلك هامل الحسابات والفتير الرايخ والمشتريات شفت في عندي وجه هم هالوجهين هم اللي بيعملوا بعتقد الحياة بيعملوا كمان هالتوازن بكل واحد شكرا لأيك ألسي زياد أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا شكرا لكم thank you نحن رح نتابع مع كاتيا ورح نتقل المواضيع الطبي مباشرة بعد البريك بسانتي خليكم معنا